نفتح نقاشا في هذا الموضوع مع ضيفنا من بيروت العميد المتقاعد لأسفرحات المخلل العسكري والاستراتيجي سيادة العميد أهلا بك معنا اليوم ينعى حزب الله اللبناني عنصرا ثانيا لهم في هذا اليوم تحديدا اتساع نطاق المواجهة دخول المسيرات على الخط بعد استهدافات لمركبات خلال الأيام الماضية كل هذا المشهد المتصاعد كيف نقرأه على صعيد عسكري يعني على الصعيد العسكري هذا يسمى تصعيد للأعمال العسكرية بكل وضوح إذ أن إسرائيل هاجمت لأول مرة مدينة النبطية وإن كان هذا الهجوم ملاحقة سيارة في عنصرين من حزب الله من حي إلى آخر ثم أطلاق قذيفة عليهما وحسب شهود عيان أنهما أصيبها بالجراح ونقلها إلى مستشفى إلى أطلاق صواريخ على بلدة يحمر أشقيف وأرنون وهي على الحد الشمالي لوادي نهر الليطاني وهذه أول مرة تقصف إسرائيل هذه المنطقة بالإضافة إلى قصف عنيف على القرى الأمامية من الخيام وكفر كلا وعديسي ومما شكل تصعيدا كبيرا حزب الله رد على أهداف مهمة مقر قيادة لواء التابع الفرق 91 ومقر قيادة الفرق 91 في برانيت وعلى مواقع ردارات الإنذار في مزارع الشبع المحتلة لكن الرد المميز اليوم والذي يشكل عملية غير مسبوقة هو قصف موقع كيلع في الجولان المحتل السوري وهذه أول مرة يضط ماذا يعني ذلك سيادة العميد يعني موقع كيلع ما الذي يمثله من أهمية بالنسبة للجيش الإسرائيلي في حال استهدافه من قبل عناصر حزب الله بالصواريخ كيف يمكن أن يتأثر المشهد المتصاعد أصلا في هذه المنطقة من الناحية العسكرية هذا موقع تجميع لإقامة التدريبات ومناورات في المعسكر الكبير بالإضافة إلى وجود ردارات إنذار في هذا الموقع أما من الناحية السياسية العملانية فهو يعني شمول الجولان المحتل بالمعركة وهذا يعني اليوم كيلع ربما غدا موقع أخرى في الجولان المحتل إذ أن الجبهة من الناحية الإسرائيلية قد توسع من الجليل إلى الجولان وهذا أمر يعني سوف يقرأه بعناية القادة الإسرائيليون وسيرتب عليهم أعباء بتعزيز دفاعاتهم في الجولان كما عسدوها في الشمال مع حدود جنوب لبنان هذا نقل المعركة إلى الجولان يعتبر تدورا مميزا اليوم ويمكن إذا توسعت العمليات في الجولان قد نجد المنطقة أمام مرحلة جديدة من الحرب وقد تحصل إغارات وقد تحصل كمائن وقد تحصل عمليات قصف بأسلحة لم تظهر بعد أي صواريخ ذات قوة تدميرية أكثر مما المستعمل حاليا يعني يشير هذا التصعيد العسكري أن الأمور في تصاعد وليس هناك مجال للتسويات خصوصا بعدما تكاثرت التهديدات التي تفضلت بذكر أحدها من قوات الجوية الإسرائيلية الذي قال عشرات الطائرات طوق الأجواء اللبنانية وذلك وزير الدفاع قال إذا لم ينسع حزب الله بالمفاوضات فإننا سنتدخل ونقضي عليه والأمر نفسه قاله وليس الأركيان هليفي كما أن نتنياهو أيضا أدل بدلوه وهدد لبنان وقبل 7 أكتوبر كان هناك تهديدات بعادة لبنان إلى العصر الحجري من قادة كثير من إسرائيل لذلك نحن على الجبهة اللبنانية أمام تصعيد حقيقي وواقع يعني وربما يؤدي إلى تغيير المواقف في البنطقة كلها يعني تمام طيب هل هذا الموقف المتصاعد له سقف باعتقادك طبعا هناك ثقوف معينة يعني كما تعلم سيد الكريم في الجليل هناك مدن ذات يعني وجود عربي وازن مثل صفد والناصرة وأم الفحم وهذه المطقة يعني هذه يحاذر حزب الله أن يقصفها لأن معرض سكانها عرب أما لذلك انتقل إلى جبهة الجولان فضلا عن أن الجولان هي أرض محتلة سورية محتلة وهناك مشروعية لقصفها إلا أنها خالية من السكان العرب يعني الذي قد يؤدي قصف هذه المدن الكبرى مثل صفد والناصرة وأم الفحم أو جوارها يعني نقول نفس المدن أو جوارها إلى تعريض سكان العرب للخطر وقلب الرأي العام عليهم وهناك من ينتظر حزب الله وحماس على أي خطأ صغير لكي يبني عليه أمور كبيرة يعني كما تعلم في الإعلام لذلك إدخال الجولان هو خطة ذكية من أجل المحافظة على مشروعية القتال في مناطق محتلة ومشروعية الدفاع عن نفس وتوسيع للجبهة وأرباك أكثر للجانب الإسرائيلي هل ما يجري في مصلحة غزة ولأجل غزة سيادة العميد؟ بالطبيعة الحال كل ما يشغل إسرائيل عسكريا هو لمصلحة غزة لو كان الوضع هادئ في الجبهة الشمالية لكانت إسرائيل أكثر ارتياحا في عملياتها باعتبار أن الهدوء هو شبه تأييد لعملياتها تعتبره وهناك الكثير من سيعتبر أن الهدوء على الجبهة الشمالية هو شبه تأييد لكن اشتعال الجبهة على الجبهة الشمالية وزج إسرائيل بثلاث فرق وربما تأتي فرقة رابعة إلى الجولان غدا وأيضا كما أعلنت القيادة الإسرائيلية أن نصف القوات الجوية على جهوزية باتجاه الشمال والقبة الحديدية أيضا على جهوزية باتجاه الشمال خشة إطلاق صواريخ من قبل حزب الله صواريخ دقيقة وذات قوة تدميرية كل هذا يخدم غزة صحيح أن غزة ليس بحاجة لكل هذه القوى وقد حشدوا لها مائزين أضعاف مضاعفة عما هو مطلوب في العلم العسكري لمهاجمته لكن مجرد إشغال إسرائيل على هذه الجبهة هل نجاح الحزب في إشغال إسرائيل؟ نحن نعلم على صعيد عسكري الجيش الإسرائيلي من يعمل في الشمال ليس هو الذي في الجنوب الألوية مختلفة التكتيكات مختلفة ما بين حرب في مواجهة حزب الله أو حرب حتى في مواجهة القطاع وقام الجيش الإسرائيلي سيادة العميد وأنت تعلم بعدة مناورات للحرب على عدة جبهات بمعنى أنه التقليل أو التهويل من جهة أخرى فيما يجري على الجبهة الشمالية ألا يعد ذلك منافياً للواقع؟ أنت تعلم سيد الكريم والمشاهدين الكرام يعلمون أن إسرائيل استدعى 360 ألف احتياطي في 8 أكتوبر يضاف إلى 180 ألف خدمة فعلية يعني أكثر من 500 ألف تحت السلاح استخدمت نحو نصبهم في غزة وفي خطوط الخلفية لغزة إذ أنها لديها قوة بشرية أكثر من المطلوب بكثير يعني فما كانت من إشغال الجبهة الشمالية كان إشغالاً لباقي القوى ولم تكن القوى في الشمال في وضع الاستراحة أو الترقب أو الانتظار أو الاحتياط بل كانت في وضع المشغلة طبعاً يعني هناك عدد كافي ورأينا كيف انسحب بعض بعض القوى وبعض الألوية مثل جولاني وغيره من غزة يعني لحقتهم أضرار تتجوز 30% وهذا في قوانين العسكرية يجب أن تخلق الوحدة ويعاد بنائها وتأهيلها من جديد بعد هذه الخسائر يعني العدد لا مشكلة في إسرائيل لديهم عدد كبير من المقاتلين كما أنهم خسروا يعني حسب إحصاء الدائرة العالمية في حماس أو الأعلام العسكري أكثر من ألف ألية وهذا رقم يصد ممكن تصديقه لأن كل الرمايات كانت تجري من مسافات قريبة دون المئة متر بسبب ارتكاب الإسرائيليين خطأاً كبيراً في التقرب العسكري إذ أن الحرب داخل المدن وداخل الشوارع تتم بالمشات والقوات الخاصة وليس بالآليات وزجوا بآلياتهم فوقعت فريسة للقذائف اليسين وقذائف شواف التي كانت من المسافة صفر هذا تعبير يعني ابتدع في هذه الحرب وكل الرمايات كانت صائبة لأنها مسافات قريبة جداً تمام لذلك إسرائيل أصيبت بضرر كبير في غزة أشكرك جزيل الشكر من بيروت سيادة العميد المتقاعد إلياس فرحات المحل العسكري والاستراتيجي ترجمة نانسي قنقر